في وقت يقوم البرلمان العراقي بتخبط في قراراته ومخالفة القوانين الذي يصدره ويشرعه ولا يعتمد على المواد أو البنود الدستورية والذي تم التصويت عليه من قبل الشعب العراقي انتقد أعضاء ملس محافظة كاركوك آلية عمل مدس النواب العراقي في دورتهم الحالية نص القانون النافذ قانون المحافظة غير منتظر بإقليمة الذي أشار إلى استمار عمل مجالس المحافظات إلى واحد ثلاثة وتجد انتخابات في شهر الرابع هذه الفترة الزمنية هي شهر فقط تحل مجالس المحافظة البرلمان العراقي يناقش قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات والأقضي والنواحي وهذا بالنصه مخالف لقرار مجلس النواب هناك إرباك في عملية التشريع والقوانين إحدى أضوات مدس محافظة كاركوك طالبت بأن يكون هناك تمييز بين عمل أعضاء مدس المحافظات العراقية وأن يحال مفسدين إلى لجان نزاهة قبل حل المجالس في قانون انتخابات في قانون في الدستور في ضوابط لحل المجلس يجب أن يحل المجلس إذا كان واحد ثلاثة هل هذه الأمور اللي ذكرت موجودة في مجالس المحافظات الآن والنقطة الأهم يجب أن يكون هناك تمييز بالمجالس نعم هناك مجالس محافظات فيها فساد فيها ملفات فساد كثيرة وشائعة وكبيرة على كل الأعضاء لكن مجلس محافظة كاركوك يجب أن تثبت الأسباب التي من أجلها يتم حل المجلس للأسف أن الملفات الفساد المعروفة على الإدارات على المحافظين وهذا حل المجالس سيعطي الحبل كما يقال على الغرب للفاسد أن يعمل بفساده القرارات الأخيرة للبرلمان العراقي لا تدل على حرص البرلمان على مصلحة الشعب العراقي وفيها تخبط واستعجال في اتخاذ قراراتهم بحسب أحد أعضاء مز محافظة كاركوك يعني الموضوع موضوع تخبط والقرارات غير مدروسة وقرارات غير صحيحة وإذا كانت مجالس المحافظات المشكلة في حالها في مجلس النواب تحمل مسؤولية لأن واجب الرقابي هو إراق مجالس المحافظات لم نسمع في يوم من الأيام وقرد على السنين الماضية أن مجلس النواب حال أي عضو مجلس أو رئيس مجلس إلى القضاء وفي محاولة لتهديئة الغضب الحاصل في أغلب المدن العراقية لتغيير النمط السياسي المعمول به منذ عام 2005 يحاول مسل النواب العراقي امتصاصة غضب الشعر العراقي بإصدار قرارات سريعة قبل التشهيق قوانين من يتابع قرارات وجلسات برلمان العراقي يرى هناك تخبط في قراراتها فبعض القرارات صدرت من قبل البرلمان العراقي منها حل أو إنها عمل مجلس المحافظات وقبل جلسات ماضية قرر المجلس إعادة النظر في تعديلات قانون مجلس المحافظات العراقية عدنا جاف فضائة التغيير كاركوك